حكاية من تصاري في الزمان لها في داخل المعنى معاني نؤمل حكمة فيها لقلب ومن منا بقلب لا يعاني أتى سلطان يسردها عليكم أتى سلطان يسردها عليكم بقلب يشاهد قبل اللسان من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس مثل ما يقولون سو خير ورم فالبحر تلقاه في يوم الأيام قدامك أتى سلطان يسردها عليكم بقلب يشاهد قبل اللسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم والمساء المكان الأندلس الزمان عام 327 للهجرة ولد أبو عامر محمد بن أبي عامر الذي سمي بعد ذلك الحاجب المنصور هذا الرجل له قصة من أعجب ما يمكن أن تسمع وكأنها من نسج الخيال وهي حقيقة وقعت في التاريخ ثابتة في كتب السير رجل يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله من أعلى الناس همة رجل كان صاحب همة متوقدة رجل همته يعني تهد الجبال نشأ رحمه الله في أسرة يعني متواضعة محبة للخير فيه صراح حب العلم طلب العلم لكنه فقير والفقر مثل ما يقولون ذيب الرجال الفقر يعني يعيق الرجل عن أشياء كثيرة فكان فقيرا طلب العلم مدة لكن ما استطاعوا وانصرف إلى يعني التكسب وكان حتى يعني ما يتكسب أو التجارة التي مو تجارة أصلا صنع حرفة ليحترفها حرفة يسيرة ما تدخل عليه يعني شيء لا يقدر يتزوج ولا يقدر يدوب قوت اليوم وش كان يعمل كان يعمل حمار أكرمكم الله حمار على حمار يدور في السوق ويحمل بضايع يعني مثل ما تقول معها مثلا كداد يعني جاء كداد لكن على حمار يقول كنا ثلاثة كانوا هم ثلاثة يسكنون في كوخ في أطراف البلدة يعني حتى مو مو داخل في أطراف البلدة في كوخ صغير ثلاثة حمارين منهم هذا أبو عامر محمد بن أبي عامر ومعه اثنين يقولوا كنا يوميا هذا يعني برنامجنا اليومي نستيقظ الصباح نصلي الفجر نفطر ثم ننزل للسوق كل واحد ينقذ حماره وينزل يترزق الله يعني كل يروح السوق يروح ذاول يعني يشتغل كذا يشيل هذا ويحمل ذاول إلى أن يحل المساء فإذا حل المساء رجعنا إلى كوخنا واجتمعنا ونقعد نسوي عشانا ونطبخ شيء متواضع جدا ونسورف بينهم سواله وبينهم هروج يعني كلهم يقص قصتها اليوم شفت كذا اليوم يضلع ركم مع الزبون ذا اليوم ما يعني سوالف الأصدقاء يعني يتسامرون يعني حديث يومي معتاد ويتحدثون عن ما يدور في البلد طبعا ركم مع الزبون ذا سمع الخبر الفلاني سمع الخبر الفلاني وكانت أحداث وحروب بين المسلمين والنصارى وكذا في الأندلس يقول وفي يوم الأيام وبينما كان هذا أبو عامر راجع إلى إلى الكوخ المساء يقول نظر إلى إلى قصر الخليفة قصر فاره له حديقة غناء وشرف مطلة قصر خليفة يقول فتاقت نفسي إلى مثله تاقت نفسي أن يكون لي قصرا مثل هذا كذا يقول جاني شعور أني ودي أني أصير أني مثل هالقصر وهو حمار جاي من السوق يقول سبحان الله فرجعت إلى أصحابي جلسنا يسهول يقول فكان حديثنا في ذلك المساء أن قلت لهم واللهم واللهم اليوم جاء في نفسي أني ودي أصير ملك ودي أني كذا أصير يوم الأيام ملك خليفة أحكم يعني نكتة يعني يسولفون يضحكون فقط يضحكون ويتبادلون أنه كانت معه لكن هو طول السالف وزودها شوي قال يا فلان ما تتمنى لو صرت أنا خليفة قال 何iyak قال ما تتمنى يعني ملك سالف نسولف بس قال والله ما تصير خليفة قال اسم الله يا إبو نحن نسولف يا إخي مك معقدها قال ما تصير قال طيب ماذا تتمنى لو لو صرت أنا خليفة عنا نسولف نسولف قال إي لاصرت خليفة اسجني قال والله يجب علي نسول خليفة والله ما أخليك طيب وش غيره قال لا واجلدني بعد مئة جلدة لا صرت انت خليفة اجلدني واسجني قال طيب ايوة قال وركبني على احماري بالمقلوب يعني كذا ودور بي في المدينة ويقول هذا محتال نصاب اي واحد يتعامل معاه راح يلمي في السجن يعني اقطع رزقي قال خيري ان شاء الله الله يجعلني يصير خليفة والله ما اخليك يسولفوني يضحكوني يعني فالتفت للاخر قال وانت ماذا تتمنى لو صرت انا ملكا خليفة قال يا الله بس اخاف تنساني قال لا والله ما انزعك بس انتقول قال اريد خمسين الف دينار قال ابشر الله يجعلني يصير خليفة والله ما اخليك قال اريد قصرا قال ابشر قال واريد خيولا وجواري اخذ يتمنى كل ما في نفسه المهم انتهت ذلك الليلة بخيره وشرا وسالفه وناموا وقاموا الصباح ومشوا على هذا زمن وفي يوم الايام بينما كان ابو عامر في السوق سمع ان هناك الشرطة يبحثون عن يعني عسكر يعني فتحوا باب التسجيل يبغلون عسكر وكذا يقول جات في باله قال انا وابغال يدخل الشرطة وكذا يا رجال الشرطة تعاب اسئولية احنا كذا مرتاحين عسكرية وكذا والتزام وبعدين تلاحق السراق والحراء واللصوص وقد يعني يقع عليك مكروه انت كذا مبسوط لا لك ولا عليك حاول فيهم حاول فيهم لكن ما فيه فائدة ما عندهم اي طموح اما هو كان يحمل في جوفه طموح عالي منقطع نظير قال اما انا والله بادخل في العسكرية قال ابو صرا لهاي مع السلامة وكان ذاك اخر لقاء بهم راحوا باع الحمار حقه كرمكم الله وسجل في العسكرية واصبح شرطي من ضمن الشرط جندي في الشرطة لكن سبحان الله كان رجل صاحب همة صاحب نشاط صاحب قوة كان يعني سريع البديهة قوي حرك يعني رجل نشيط فاكتسب ثقة اصدقائه ورؤسائه فصار رؤسائه يعني يحطون مكانهم اذا مثلا الرئيس غاب وكذا يحط مكانه فكان يضبط المجموعة وعنده قدرة وعنده كذا القيادة والريادة والسيادة مع الايام مع الايام ترقى 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 اصبح يترقى الى ان صار رئيس الشرطة من حمار الى ان اصبح رئيس الشرطة هذا الرجل سبحان الله ويقدر الله عز وجل ان يموت الخليفة والخليفة ما عنده الا ولد صغير عمره سبع سنوات وكان النظام النظام اللي عندهم انه الابن يرث يرث الحكم هو ولي العهد فهذا ما يصلح فحصلت مثلا المشكلة كده والبلبلة فاستقر الامر على ان يجعلوا مجلس وصاية مجلس وصاية مكوم من ثلاثة اشخاص يديرون شؤون البلاد الى ان يكبر الخليفة ويستلم مقاليد الحكم فاختلف بنو أميل هم الاسرى الحاكم اختلفوا وكادوا ان يقتجلوا كل يبغي يصير واحد من اولاد الثلاثة اللي يحكوون البلد فعندما نشبوا في هذا الخلاف اجتمع العقل واجتمعوا على ان يكون الثلاثة من خارج الاسرة الاسرة ما احد يحكو ما احد يصير ثلاثة اشخاص من خارج الاسرة يكون لهم شأن في الدولة وكذا يديرون شؤون البلاد فاختاروا رئيس القصر رئيس الشرطة رئيس الجيش ثلاثة اشخاص يديرون شؤون البلاد فكان صاحبنا هذا ثالث وثلاثة يديرون شؤون البلاد طبعا هذا في فترة يعني ما يقارب اشترين ثلاثين سنة فترة زمنية بعيدة يعني فمع الايام هذا الرجل طبعا صاحب همة وصاحب قوة وصاحب كذا اصبح مسيطر وكلامه يعني قراراته تنفذ حتى على على الثلين ذولي صار يتغلب عليهم صار يعني يأخذ الامر منه فارادوا ان يقتلوه دبروا مؤامرة يقتلوه ما استطاعوا قتل واحد فيهم استطاع ان يتزوج بنت واحد منهم المهم ضبط قتله حصرت مشاكل كثيرة المهم قتل الاثنين وتفرد هو بالسيادة اصبح هذا الحمار رئيسا خليفة لهذه البلاد يعني 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 يقول انا الحاجب سمى نفسه الحاجب يعني ما تقول ما سمى نفسه خليفة لكن هو فعلا هو الخليفة الى هنا نقف ونكمل هذا القصة ان شاء الله غدا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هموم المرء من آن اللي آني هموم المرء من آن اللي آني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة